مرحبا بكم. رجعنا اليوم. عدنا unit one. what do they look like? درسنا اليوم what do they look like? اول شيء اول شيء. عدنا الواد. عدنا البرونزيشن of what. زين? اللفظ معنة الواد دائما كل الطلاب يغلطن به. هي مو واط. واط هاضي يستعمل بالفيزي. هي واط. واط خفيفة. وليس واط. زين مو عدكم انت واط واط. عدكم واط. واط معناتها مان. do they look like? معناتها كيف هم يدون? زين? زين. look are the pictures of احمد انت سالي. عندي شخص صعب. عندي واحد اسمها احمد. واحد اسمها سالي. what do they look like? هاذا طبعا. احمد. وهاي هي سالي. فلما نحكي على what do they look like? زين? اهنا انا شنو انا اعدي? اهنا مثل ما اشوفوه. شنوش قاها اشوفوه. ابني او لابس اشي او. لابس انا لابس. اول اندل ولابس ما لابس. وشنون? و اه مزلولي. صحي اللي نسيتهم. المهم. عندي هي او شي. اهنا قرائد. هادة احسا راح نبدي هنا اعدي قرائد. قبل هيصالي من يونت وان من المداتة. احد الجسم ممكن اخذنا بقص قاعدة واحدة. اما احنا اعدي القواعد. القاعدتين عندي. احنا احنا مستخدم لي. present. من ناحية هاذا. الدرس مالت اليوم. مستخدم لي قاعدتين. اول واحدة. على ما نتعرفون. احنا شنوش قاعدة لرس. present. هاي معناتها present. و perfect. والثانية. present. و simple. بعد ما نبلش. present. simple. هاي شنوش قاعدتين. اندياني. اللي هي. present perfect. و present simple. شنو الفرق ببيناتهم وشو كده راح نستعملهم. هذا اكثر سؤال. ممكن واحد يسأل. صح لا. شو كده راح نستعملهم. وليش قاعد نستعملهم. وشنو نفادتها. اكثر سؤال ممكن هو هيسألة. وشون افرق ببيناتهم. صح? فهنا انا مثلا قاعد لكم السريع. هي وشي. طبعا هي وشي. هي وهي. هي وهو. زيب? is wearing. وهز. وهاز. وعندي a pink head scuff. great trousers. a pink bag. was skateboard. skateboard معناتها لو هتزلج. اتذكره. لو هتزلج بالعرض. skateboard. زيب. معناتها رصاصي. trousers معناتها. شنو هادة? بانطر وانحنا نقول له. وبينك شنو هادة يا لون? وباق شنو هادة? مثل ما باعشوفون الجنطة شفيها? الجنطة. بيها شنو? العفو يا لون. لون مردي. skateboard. هذا. عندي. great trousers. هادة شنو? هنا. هنا يقول صحلة. وليس. معناتها شنو فردة واحدة. تتلبس فردتين لفردة واحدة. تلبس يعني رجل واحد. الرجل واحدة بس. بانطرون تلبس بس واحد. والثاني تبقى هي شي. مزيلا? بانطرون. بس مو معناتها انه جمع معناتها. يعني بانطرونات. لا. معناتها شنو? انجبع بانطرونة غلط. المهم. great trousers. معناتها بانطرون واحد. بس. هذان. مالت الرجل اليمين. ورجل اليسر. واضح؟ pink. has scuff. has scuff. head. العفو. has scuff. head. head. رأس. و scuff. معناتها حجاب. في. head scuff. معناتها. حجاب الرأس. و pink. انها ديالون. ولي هو هاذا. زين. عندي هي وشي. عمنا. بس. has or is. زين. عندي straight. وعندي curly. curly معناتها شنو? معناتها مجاعد. curly معناتها مجاعد. قاعدة انا قاعدة فهمكم فكتفون يعني. straight. وعندي black. معناتها اسود. وعندي brown. هذا الوان هذا اسود. وعندي brown. معناتها جوزي. معناتها شنو هذا. معناتها شنو عندي. كليتنا عندنا شعر. معناتها شعر. زين. عندي blue. هذاني الوان. طبعا. اتمنى كليتنا عرفا. blue. اللي هي ازرق. brown. نفس هذا. جوزي. eyes. انا ربيش كاذبه. انا ادي هسا اربع عيون. ما شاء الله. الله زيبوا. واخدناها قبل. وعندي معناتها باظ او قليل. معناتها طويل. معناتها قصير. معناتها رحيف. وفات. معناتها سمي. واضح? زين. هسا احنا بس قاعد نحتي معاني. زين القاعدة شنو هاي. صح? هاي شنو هاي. شنو انا فرق. زين. هسا رح ندخل لها السحنة حاليا. ندخل على القوائد. على ما نعرف الميز بين الاول. وبرزن سيمبول. هسا احنا كلها قاعد نحتي على على شنو المضارع. ليش? انا عندي ثلاث اوقات. قل اقول لكم فات ملاحظة صغيرة. عندي عني ثلاث اوقات. بعلي شوين تبو صغيرة. هاي هنا انا. وهذا. وهذا. انا وين انا? انا هزا حاليا قاعد نحتيو اياكم. صح? لما قاعد نحتيو اياكم بالفيديو هادا انا قاعد نستعمل مضارع. اللي هو انا هنا. مو? اللون. انا غيره اللون. رجلي ناتي. وهي رجلي ناتي. ما تركزون شوية. وهي شاعر شوية. بس مو لو نخضر المو. انا وين هزا انا قاعد نحتيو اكم? قاعد نحتيو اكم بالمضارع. صح? لما قلت انا. الاني. 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 راح اصار بالماضي. بس احنا عادة نفهم الماضي. هو عبارة عن. صح او لا. يعني. انا رحت. واكلت. صح? بس هو بالواقع لما انت بس انا قلت. انا الاني. الاني هي طارت. خلص. هذا صار ماضي. هذا صار ماضي. اه. بس قلت. الاني. اه هي ماضي. خلص. لا عرفها. زيان. بس احنا عادة لما نقول الماضي. نفهمه على انه. اوه قبل سنتين. قبل اربع سنوات. قبل خمس طعس سنة. هادة الشي صار. زيان. احنا هادة لنفهم الماضي. فالماضي. نقدر نقوله. قبل شوية. قبل شوية يعني طبخت. مثلا. لما نرى طبخت. صار ماضي. صحي او لا? قلت ااني طبخت. زيان? ما مو ااني. راح اطبخ. ولا ااني طابخ. زيان? ااني شنوات? بالماضي. زيان? واضح. هسا ااني وين ااني? هسا انا قاعد احتي ايكم بالفيديو هادة. لما قاعد احتي ايكم انتو قاعد تشوفوني. حسا حاليا هو مضارع. لان انت حاليا انت قاعد تشوف. انت لما راح تخلص الفيديو هادة. مش انا راح تفهم. راح يكون بالماضي. هادة شن راح يكون انا عندي عندي ماضي. هادة شنوات? مو ضارع. زيان. لما انا اقول. هنا انا نجي. لما انا اقول انا بالمستقبل ان شاء الله راح يساوي هادة الشي. مثلا. لما انا قلت مثلا اقول بالمستقبل. يعني ان شاء الله انتو راح تقعدون مثلا وشوفون هادة الفيديو. ان شاء الله يعجبكم. زيان? هادة كلية تاني بالمستقبل. انه يعجبكم. هادة بالمستقبل انتو راح يشوفوه. لان انا بعدنا هسته حاليا قاعدة انشاء بعد اساوي هادة الفيديو. وهذا كله شنوات بالمستقبل. أغير اللون. كل هذا بشنون? بالمستقبل. والصحة بشنون? بالفيوتر. فعندي هاية هي مستقبل. هذا شنون? هذا هو ماضي. وهذا بالأصفر شنون? اللي هو آني بيه حاليا. هذا هو اللي زمن المضارب. زيان لين أنا أتوقع أفتهم كل شيء صح؟ أتمنى إن شاء الله. أتمنى هاي الملاحظات أنا كتبتوهم. إن رح يمسح. ما لازم. هسا راح نطلع على القواعد و راح نفهم القواعد بشكل حلو و بشكل سلس. ديجع على القواعد. أول قواعدة أنا عندي شنون? أول قواعدة. اللي هو present perfect tense. present perfect tense. واللي هو أنا عندي اليوم. فلما ليجي نفرق بين present perfect prism symbol. أول شيء. هاي لازم أفهم. present perfect شو قد راح يجيني بالحالات اللي هي شنوة. إزيان؟ بهذا الفيديو راح يشرحنا عندي أربع حالات أو ثلاث حالات اللي هي present perfect راح يشرحنا بيها. شو قد راح يجي و شان راح يجي. إزيان؟ أسراحي شو سوي. شو قد أحنا نستعمل present perfect؟ رقم واحد. أول. على مود أنا أحكي خبرتي مثلاً أنا كخبرة مثلاً أنا قاعدة نزل فيديوهات مثلاً. فكخبرة أنا قاعدة أحكي خبرتي في وقت واحد يجي. شنو يقول لكل هذي. شنو خبرتي في الفيديوهات؟ شنو أنت قاعدة سوي أقول له والله سويت هيج و هيج و هيج و هيج مثلاً. مثلاً. زيان؟ فهذا انا صار عندي. صارت عدي تجربة. صارت عدي خبرة. مثلاً. مثلاً. هايا. I have traveled the world. I have traveled the world. زيان؟ أنا سويت. traveled the world. سافرت حول العالم. زيان؟ أهم أهم. أول واحدة. James James has has met the president. James has met the president. I have never been to space. أنا أعمل مرايح للفضاء بين قوة ساعة ترجمة والت الحرفية أتمنى هدني دجمع الحملة تكتفوها وهدني رقم الثنيين أكو تغيير أصيب بالوقت أنا قاد أوصف التغيير بالوقت مو تغييره يعني من خمسة و مصد سبع و مصد لا فهذا الشيء صار مثلا سعر البيت صعد سعر البيت صعد معناته أنه قبل هو كان نشيك هذا السعر البيت وكان أقل فش يقول لي سعر البيت هذا صعد شنو هو هذا أنا عندي أندرو وأندرو هذا شبيل شو يقول لي أندرو هازي جرون جرون معناته شنو كبر مزيلا هي الكلمة الأصلية هي جرون معناته أمو أمي كبر و جرون أسربها شوي رح أشرح لكم لشحنك على السعر المعدنى سنس the last time I serve him سنس the last time معناته من آخر مرة أنا شفته بيها جيد جيد هذا المطعم هذا المطعم حاليا صار شنو مشهور رقمة ثلاثة حاليا رقمة ثلاثة لتسكرايب أكملشمت هس راح نجي نشوف أكملشمت بلا طباء اكتشفعوا شنو علاج لعدة أمراض أوكي الرجل الفضاء هنا أنا man has been to the moon معناته شنو رجال أو شخص يعني هنا أنا أو غير رجل رجل شنو شان بالشنو بالموم يعني آآ ذهب إلى العفو ذهب إلى شنو إلى القمر رجل ذهب إلى القمر وهذه كلها عبارة عن اللي هي الإنجازات كلها هذين عبارة عن الإنجازات واضح؟ اللي قاعد يسويها من ناحية دكتور has made it possible to learn online جيد شو يقول لي هنا أنا يقول لي أنه الكمبيوتر الكمبيوتر هو نفس الكمبيوتر و has made it possible to learn الله العفو online جيد و هس حاليا صار أنه نقدر ندرس بي online واضح؟ رقم أربع الحالة رقم أربع that started in the past أكمل الشغلة اللي أنا شن قاعد أسوي له بالماضي شنو هاذا؟ فس راح يشوف شنو هنا الحلقة إلى المتنى سام has worked here for seven years زي سام هاذا هو سام who has worked here هو اشتغل هنانا لشغل سبع سنوات يعني من قبل سبع سنوات هو كان قاعد يشتغل هو الحد لان هو قاعد يشتغل بهاي الشركة صال لشغل سبع سنوات علاقة هاي صداقة العلاقة بين هاي اللي بنيه هاي اللي بنيه صالة متلث أشور زي هاذا هو مثلا مثال علي سبع they have been in the room all day زي ان هما كانوا موجودين بالغرفة طولة اليوم واضح؟ فهو قاعد يحكي لي انه من الصباح مثلا للليل فهذا هو عبارة عن وقت وقت من الماضي الى ال شنوات الى الهان واضح؟ هاذا كل ما هنالك عبارة عن البرزن بيرفكت البرزن بيرفكت هذاني كلية اللي هن الجمل اتمنى انه كتبتوهم اربع حالات وكل حالة وصفنا بيها كجملة زي خذنا بيها امثله هذان الامثلة هي الشنوان اللي شرحتنا شون احنا نعرف هذا البرزن بيرفكت زي نفس البرزن بيرفكت كيف نستعمل البرزن بيرفكت شو كنت نستعمل البرزن بيرفكت سيمبل اول حالة للموداني شنوان اوصف شاء الله هي حقيقية مثلا انا هسا حاليا ما اجدر اجدب ان انا لابس تيشارت احمر صح؟ ما اجدر اجدب لان انا هسا لابس تيشارت احمر صح؟ 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 هو مو احمر هو شوي احمر طوح امو زين نتابلها وشوف الامثلة مالتها مثلا هف بلاك هير عنده هو شنو بلاك هير فما يجدر اجدب يقول لها انا عندي اصفر ما يصير احب بلاك هير زين عنده شعر اسود جوليا جوليا ووركس ووركس ان اصفر ماركت ان اصفر ماركت جوليا تشتغل بالسوبر ماركت ما تقدر اجدب تقولاني الى دكتورا ومثلا انتو اكبر مثال انو عايشين تبحياتكم اليومية هو انتو طبع طلاب صف ثالث متوسط صحيح او لا بمانة الطلاب صف ثالث متوسط فمعنات انتو شنوى عايشين للحالة انو هو واضح؟ زين أندريو اندريو رجل اطفا رجل اطفا الحالة الثانية توصف لي شنوة إعادة شنوة أسوي الشغلة مرة ثانية العادة أو الفعل أنا أسوي مرتين يعني كرر أكثر مرة مثلا شوف زميل تواني قال شنوة go shopping every Wednesday أنا قاد أسوي هذه الحالة every Wednesday أنا قاعد يوصف لي every أنا قاعد يوصف لي every Wednesday every Wednesday ما رأتي شنوة كل أسبوع من يوم الأربعة كل أسبوع أو كل أربعة أنا شنوة قاعد أعيد هذا الشي كل ما هاي أنا قاعد روح أسويك زينا وحنا عاشيه كل يوم لازم وشنسوي وروح نسويك خضرة نجيب طماطة وخير مو أو صمون جيمز 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 ريدز يقرأ جيمز قاعد يقرأ شنوة هنا أنا if you do something every morning it's a habit or repeated action واضح هنا أنا شونو يقول لي قل لي إذا أنت قاعد يسوي هذا الشي اللحظة أنه كل every every something every وبصفه مثلا every morning every day every night مثلا كليتها أنت قاعد تكررها وهذا معنات أنه حاليا هي مو present continuous هي present simple مضارع بسيط وانت قاعد تسوي باستمرارية قاعد تسوي وهذا بشكل مستمر زينا بس مو present simple لا يعني أنت تسوي هذا الجزء من حياتك اليومية طائبة مو معنا نكمل موسيقى زينا بسيط الأطفال الأطفال شبيهم الأطفال يتمشون بالمدرسة كل يوم هل عفوا كل صباح وهذا نحن كلياتنا نسوي نصحي 3 الحالة رقم التابع موسيقى معناتها شيء وهذا يكون همينا صحيح نشوف مثلا عندي مثلا كل الأوقات وهذا يكون صحيح مثلا عندي عني شاركس شاركس معناتها قرش والقرش دانجروس هناك أحد يتكذب يقول أنا لا هذا القرش القرش هذا لطيف لا صحيح إيجبت أهمينا شنية أنه مصر معناتها شنوى أخراع مصر معناتها شنوى مثلا ما نتعشون كما ندني أخرمات صح البيرامات صح البيعات المترجموق سنرى النافر وهذه معروفة احنا عدنا شمس مين تغرب من الغرب من الشرق راحما اربع خلنا نشوفوا الانثلة زيان زيان وقت هان اعدي طبعا احنا ممن تضمي بالوقت مثلا بس الدول المتقدمة مثلا اليابان مثل طائب ثاني صحي ولا لما نحجي على اليابان عندها مثلا القطار القطار يجي ساول خلص القطار اجي ساولة تمام فهذا يصبح له يعني بالوقت المطلوب هو راح يجي زيان خلص يجي ساولة وحدة الظهر خلص يجي هذا ساولة وحدة الظهر ناخد مثال ثاني الصاروخ ينطلق السبوع الجاي هو راح ينطلق هذا وقت وراح يصير به الحجر الزهر 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 عندي العرض يبدأ بعد عشر دقائق فهذا همينا وقته وانا عندي سيمبل وانا انا قاعد شجوع هس احنا عرفنا وعرفنا وعرفنا كل واحدة حالاته بالنسبة اربعة و اربعة حالات وعرفناها وتوقعها سافتهمتها وصارت عدكم سهل زيان بوقت لي شغلة واحدة عندنا فهمكم اللي هي اللي هو المضارع المستمر عندي يصر عندي مقارنة بين هذا وهذا وحد عندي وحد خلص يعني يفهم كل شي مو لا ما نجي على على обязة نحكي على Present Continuous المضارع المستمر يتم اليوم بالكتاب ما موجود Present Continuous فحنا نحكي على المود نأخذ 3 اختلافات وحاولo كتفون حالات �равствуйте لقم 1 الامود اشرح او اصف اشي صار هسب هاي اللحظة انا عندي مثلا نشوف المدرس اشقعش يسوي قاعد يدرس قاعد يعلم الصف معناتها تعليم قاعد يحاول انه يعلم الصف الصف مو الصف يعني معناتها مو الصف لا يعني الطلاق هذا قزل مزيلا خاف واحد انه يترجمة ترجمة حرفية معناتها صف اصل قاعد يحشين بها اللحظة مثلا هاوسة قاعد يحشي لكم بها اللحظة رقم اثنيين الحالة رقم اثنيين الشغلة بتكون معناتها لحظة وقتية وقت معين خلص فترة وتروح زيان ويقول لك مثلا يلا هي فترة وتروح هاي فترة وراحت يعني او تروح لأخو مراحت فترة وتروح جون قابل ما تجي نجح ها هذا جون و جون قعد يشتغل وين لندن اوفيس زيان يعني اه مركز لندن وقعد هو لما قعد يشتغل قعد يشتغل ست أشهر ست أشهر ست أشهر مركز لندن ست أشهر ست أشهر ست أشهر خلاص لحظة وقتية ووقت معين نشتغل بي وخلاص راح زيب لوسانجوليت أعضل لوسانجوليت شونو أخرين أنهم عشان يلحظة بصيف لحظة منه فصل فصل هاده انتين وانتين راح ينتين طبعاً بس للعراب ماينتين بس المهم صيف يجينا يجينا الشتع صح ولا هذا لحظة خلاص شي صير عندي صار عندي يعني زمن معين وانتهى فعندي شتع مزيح قاعد شي سوي يدخر او يوفر او يوفر او يدخر او يوفر انا مودي يشتري شنو بيع جديد فهو قاعد يوفر فلوس قاعد حق فلوس قاعد يجمع فلوس قاعد يجمع فلوس عنا موش يسوي عنا مودي يشتري بيع جديد صح فهو وقت معين سوي بجمع فلوس عنا مودي يشتري في الشي معين فاللحظة المعين الوقت المعين هو كان قاعد يجمع فلوس وضع ثلاثة احدة رقم الثالث 4000 هى ان كان مراءة و أجمع فلوس اذا شف الشغل تام بي. معناته هدا وخلاص حطي شنوان? رأستن بصراحة هذا الموضوع غلط لانكو بعض الاحيان تيجي مو تيجي وهذا موضوع غلط بس لازم احنا نفتهم الجملة هي اش قاعد تحتي. غير هذا الجملة تكون غلط. واضح? فهنا هنا انا احنا هنا ايه اجدت صحيحة انه هي برزن كونتيريونز يعني باللحظة اللي هي مستمرة خلاص هي قاعد تستمر بالكومبلاينيج معناته بشل شاكوان فها قاعد ضل تشكي تشكي هوايا. واضح? نستخدم الثلاثة الاشتراحة لتأكد ان الاجتماعي ان الاجتماعي يحدث مرة واحدة. اذا الاجتماعي هو دائما ودائما دائما قاعد يصيب. بس كنت لكم اكو بعض هالشغلات مثلا اكون يعني تسعين بالمية هي تجي كبريزن كونتيريونز. بس عشرة بالمية احيانا يغلطون بها اللي هي تكون مو بريزن كونتيريونز. زيان? فهايا تنتمونا. وشوان اللي راح تعالجوها? عن طريق فهمكم للجملة. واضح? زيان نجي على جيسيكا. جيسيكا زولويز. هي دائما تشتغل. قاعد تشتغل صاحلة. مثل تدائما تدرسون. اس الشيء. is always going on holiday. انا بلا وهنا اسم انا بلا. is always going on holiday. زيان? كل ما هاو تروح اضعط لك. واضح? هذا كل ما هناك بالنسبة المنتجان عندي. بالنسبة لي. present continuous. present symbol present perfect. كده لما نحشى هالساحة انا عندي. هنا طبعا انا العفو. شرحنا احنا التث اه present. اللي هي present perfect. present symbol present continuous. وش راح يكون واحد على حالاتهم. بس العفو انا هنا قلت لكم قبل بداية الحقيقة انو انا عندي فعليا اللي هو present symbol present perfect. بس في الحقيقة اللي هو انا عندي. شغلتين. present continuous. و present symbol احنا انا مستعمل لي. زيان? اصف على. هي وهاي صحيحة. زيان? نعتذر على القبرها. فانو عندي هي وشي. نجح على قاعدة present continuous. لما نحش على present continuous. لما نحش على present continuous. لما نحش على present is. بس. 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 مواخذ لكم. فدائما هنا. اذا انت اعدي مفرد. العفو بلاس از. بلاس از. عمينا? زياد. نجعل قاعدة وقاعدة مالته هي. كما يلي. شنه هي? عندي اول شي نبدي بهي هي. رقم اثنين. رقم اثنين. رقم اثلاثة. ذير بي اي ان جي رقم اربعة تكملة الجملة. ناخر مثال عندي هي وشي. is. ويرنغ فعل وير بي اي ان جي متر مقا شوفون. لتكملة الجملة اه بيك هد شارف. اللي هو هذا. او غراي اللي هو مثلا هاذا زيان زيان نيجي على he or she has مثلا has a pink bag تتكرون الحالات اللي احنا اللي اخدناها هاي انتو راح تقولولي يا واحد من الحالات بالPresent Symbol اللي هي تنطبق عليها هذا present Symbol الPresent Symbol بيقدرش نقول نقول هنان عندي الPresent Symbol ياخد هنان بالحالة الحالات الاربعة والانثلة اللي اخدناها هنا احنا حدنا صحي ولا فلما نحكة على بالPresent Symbol لما نحكة على الPresent Symbol ان انا اهمينا بس خلينا انا على مود صور اوضح زيان فلما نحكة على الPresent Symbol القاعدة ما نتع هي فعل عندي he or she he or she خالي he or she صح بلس فعل شنوش به هذا الفعل الفعل يكون مجرد شنو معنات مجرد معناتها خالي من اي اطاقات واضح فعل مجرد خالي من اي اضافات زيان اهلانا شبي مجرد فعل مجرد خالي من اي اضافات شو تكون تكملة الجملة هذا بالنسبة للفرق بين مجرد وهذا قلت لكم لما نحكة على شي اسمه فعل وهذا الفعل مجرد زيانا لما نحكة على لما نحكة على لما نحكة على هاز هاز شنو هاز هاز معناته واحد يمتلك صحي الله مو عندي هاب و هاز هاف نقدر نقول هاب زيان عندي هاف بس هنا انا عندي فعل الفاعل الفاعل هو مفرد يعني اقدر اقول هؤلاء هؤلاء شون راح تضبط يعني زيان او هو هؤلاء شون صحي ولا فهنانا هاي او شي هاز هاي او شي او شي هاز زيان هيا عدها او هو عدة يعني هو الهاز هو شو تشبيه الهاز هو ضمير تملو زيان فالشي انت دعت تمتلكه فلما ناخذ الجمال مثلا سترين بلاك هير حيانا الجمال لترجمة وعلا سب زيان هي او هو عندها مثلا شعر معناة شعر يكون شبيه شعر يعني مرتب شعر سترين معناة مستقيم اصلا ما نترجم المستقيم يعني شعر وامتعك ما عنده بيشي زيان شعر يعني يكون مزبوط عندي لما نحكي على عيون عندي او عيون شنون جزيات وعندي لما نحكي على هنانا 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 ما قاعد نحكي على انه هنانا على متضيف لها مثلا لا هنا نعني الاربع حالات اذا عرفت الاربع حالات فانتوا رأسة راح تعرفون انه هي هاي شنية صح وعندي زيان فهنانا هو تتذكرون هنا احنا خدناها هنانا عندي ثم ثم شنوه شبه هاد الفعل اللي هو قاعد توصف لانه هذا ضعيف او انه قاعد توصف لانه او هذا شنوه اسمي زيان هاي بالنسبة ل وقاعدة واضح اذا افتحبتوها فالقاعدة كلش بسيطة وما بها اي شي يعني ما بها اي تعقيدات لا تعقدوها على نفسكم شرحناهم واتمنى تكتبون الحالات الاربعة من و كتبون الاربعة من الحالات على مدء عرفون شون الفرق هنو جمالهم هاي خلصنا بالنسبة للقاعدة زيان هنا انا يقول لي اوصف شخص انا عندي مثلا هنا انا شخصين هنا انا عندي شخصين يقول لي اوصف لبس واحد زيان بالصورة الرقم يوم اللي هو تحت عندي مثلا لشركك على موضة خمية عندي مثلا وعندي 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 عندى مثلا الh struggling منn ايش اكثر بده ماذا hard working الم обыч مثلا عند us ال صحية اللي دراسة يدرس شنوان يعني اه يشتغل بجد سبورتي مينوان رقم اثنية ميزيشيل ميزيشيل رقم اربعة عندي اه فرندلي رقم خمسة وبالنسبة لارتستيك ارتستيك بايش شنوان فرنانة ما شاء الله عليها من الصغر رقم ثلاثة تغيسيم والثارات تركتك of three of the people and the photos use the words to the right to help you طبعا نحن ما راح نستغل ميشي شكرا لكم جيب رجي علي من رجي على بالنسبة للاكتفينيتي بوو listen 6 complete this description لما رجي علي صالي 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 is short then be short she is زينت شنون تروحنا على البوك و راح تكملون زينت شنون brown hair brown eyes صح she has a pink شنون and top she a pink bag she has a pink bag زينت حسب القادة now write a description of Ahmed احمد ما شاء الله عليه احمد الله يعطي الصح والعافية زين اخدتوه بالنسبة بالصح زين عندي لما نحج على لسن سبا هو همنا العلاقة لسن سيكس لما نجع على شنون عصد القادة جاهدون عندي عندي واحدة كاتب الوحدة واحد كاتب الواحد زين فعدي مثلا دينا كاتب الامل امل طبعا كارتون امل كارتون اه طالد ديجيتل اغريم عالتهم و عندي زيت كاتب اليونس زين عندي فايند one thing سالي و احمد زين يقولي هنا اوجد لي زين اشياء او شيء تعتمد عليكم سالي و احمد مشترك ببيناتهم شنو هذا راح يشوف راح نقرأ الارتكل راح نقرأ الاميل هذا ونشوف عندي مثلا اهنا هنا عندي مائلا احلي امل كيف حالك انا انا ثقران اترميد اترميدل اترميدل الامل ان ام انجم اترميدل ايه نسي شيء مصافات ثالث متوسط بلمدرسة اترميدل مصافات ثالث متوسط ام انجم اترميدل ميلايسات انجم باناته تستمت شنو انجم تستمت دروس تستمت بدروسه بايتدربل سالي اهنا جانان قائد نحجي سالي لما واحد يقول دينا هو اعمل. دخلها بسالي. احنا انا سالي. دينا قاعدة توصف صديقتها سالي. زيان? فلما نحشى على سالي ولازم نعرف ان الاشياء المشتركة بين سالي واحمد. صديقتي يعني معناتها مخترعة وانما فالشي يعني يعني عدا فعاليات هواية. مشكلة انا. بترجمة لكم يومها ترجمة حرفية. كريتف خلاق. معتش على ابدائية. هي ترسم صورة جيدة جدا. تريد هي تتعلم من عدها. من هي تتعلم دينا؟ تتعلم من سالي. تتعلم من عدها شون ترسم. وقلت لها انا راح اعلمش. teach me. معناتها اعلمش. she's very helpful. معناتها هي شنو? she's very helpful. معناتها هي جدا. شنو مساعدة. I said I will help her with her maths. homework. شنو انا قلت لها انا هي بالماضي. هي تحب الرياضيات. but she's not very good at it. هي تحب الرياضيات بس هي معلسف مو زين. سالي is very nice looking. زين? منظر جميل عدها. يعني وجهها جميل. but a bit short. بس كسيرة. she's beautiful curly. هنا نكملوها. كورلي هنا اه كورلي هناك اللي قاعد توصف انه هو عدها brown hair. on dark brown eyes. لما نجي على brown hair. قلت لها معناتها مجاعد. فمجاعد شنو الشعر عدها مجاعد. وعدها شعر جوزي. قاعد توصف انه لهذا الشعر المجاعد حلو. فعدها شعر مجاعد جوزي لونه حلو. زين? on dark brown eyes. dark brown eyes. لون. عدها اللون ما تلعون. شبه جوزي? she's very kind. هي جدا لطيفة. and really good fun. good fun جدا مرحب. she's also very friendly. هي ايضا جدا ودودة. and i think we're going to be good friends forever. واني اعتقد منو احنا راح يصير اصدقاء جيدون. شنوان? الى الابد. email me soon. email me soon. معناتها اا اا شون هاني text me. يعني يدي زي المسج. باقرب وقت دينا. اللي هي المرسلة. زين نجي على زايد ويوسف. لما نحش على زايد ويوسف. زايد شبيه ويوسف شبيه ويونس العبو. هاي يونس. زين هذا المرسل. فقاعد يقول زايد. قاعد يحكيه ويوسف. هاي يونس. شونك يونس? there is a new guy in our class. هكو شخص جديد. بالصف معلتنا. a new معلتها جديد. قاي شخص. our class. اا بالصف معلتنا. he came to the school sometime last week. هو اجه. came بالماضي. زين ماضي هنا. لان المضارعة معلتها هي come. he came. هو اجه. to the school sometime last week. اجه. اا بالاسبوع الراح. بالاسبوع الفات. he is called احمد. اسمه منوع احمد. زين. هس من قاعد يحكي زي قاعد يحكي عن احمد. he is really cool. هو جدا. cool. cool مو عنا تمنعش. cool معنات انه فالشي يعني. شون الكرياتيف داعي يعني. فالشي يعني زين. زين. is good at loads of things. هو جدا اا هو جيد في كثير من الاشياء. loads of things معناتها اا كثير من الاشياء. زين. is really hard working. هو جدا يستخل يعني اا يفضل جهد وهوه. and knows a lot of maths. شبه هذا يعرف هوه من الرياضيات. science انت maths. و science and english. ويعرف maths رياضيات. و علوم و english. وهو صورة اليت. he was in my team. كان فريطين. and we won easily. won. هانا مو win. won. بالماضي. وعندي win. win. بالاي. هذا هو المضارح. زين? بسهلة. is اا الشكل ما راح يعني. زين? is quite all. هو يعني شوية قليل. قليل. اا شوية قليل شنو? مو طويلة بقاية. زين? و short black straight hair قاعد يوصف شنو الشعر مالته? short قصير. ولونه اسود. و straight شعره يعني منجع عاد مو straight معنا تكون مستقيم. زين? شعره. is clever. هو ذكي. and talkative. talkative معناها شنوان? يحطي خواه. and really good fun. وان المان يحطي هو شيكون اندي اه يكون good fun معنا ته مرح ايضا. and he's really kind. هو ايضا كاين ديبناها شو معنا ته? لطيف. to ايضا. tell me your news. اخبرنا عن اخبارك. زيت. زيت اللي هو المرسل. زين. write an email to a relief about your best friend in your notebook. write about their appearance and character. use some of the boards and read and read and they miss about and the language tables at the top of page tend to help you. طبعا ما رأي ولا واحد من عدنا رأي يسويه. وشكرا الى. لما نجي على listen and read the sentences about sali عند احمد. true or false. نجي نحط ونحط ونحط ونشنوان ونشوف. she's like her art lessons. بالنسبة لسالي. صح وغلط. منها بالنسبة للعتها صح. she campaign really well. صح. true true. زين? اما البقية مشوفهم كم منها. correct the false and sentences اذا كانت غلط. he's a pedicoid مثلا هنا. pedicoid معناتها هو آآ هذا. طبعا لا. هنا هو مو. is a pedicoid. هو talkative. زين? يحطي هو هاي فمو pedicoid طبعا. صحح مثلا لكم زين. زين. نجي when we say negative things in english we don't want to use absolute reader or listener. لما نحطي بالشغلات الموزينة. او نلقد ننتقد هذا الشي. فلما نحطي. ما يصر لما نحطي بهذا الشخص. نحطي بطريقة تكون. الى تكون هي الطريقة غير. غير اخلاقية. بدون اخلاق. يعني واحد يقول له هاي. زين. اهذا يعني صحلة غير اخلاق. زين. ما عنده اخلاق. فلما واحد لما نحطي. هو الشخص الثاني لازم شيكون. يكون. حتى هو قاعد يريد انتقده بصورة حلوة. صورة لطيفة. ما تكون جارح للشخص. زين. مثلا. he's ugly. زين. ما نقول احنا. he's ugly. انه هو قبيح. لا. he's not very good looking. انه هو مو كلش منظره جميل. مزيلا? she's short. she's a bit short. هي مو قصيرة. هي قصيرة شوية. she's not very tall. هاد المفروض احنا نستعملها. عنا نقول ما نشرح ما نشرح ما نشرح ما نشرح ما نجرح الشخص المقابل له. مع الاسب احنا هادر ما نستخدمه. اتمنى انه بدل ما واحد ينتقد بسلبية. يعني ينتقد بسلبية بالشغلات. اللي هي تكون جارحة للشخص الاخر. نتمنى انه نصحح هذا الشي ونستعمل شغلات حلوة. بحيث انه لما ننجرح. اعتبر نفسك انت مو كانت. او اعتبر نفسك جيتم مو كانت. شون انت رغمان تجين تنتقنين. يعني تسمحين الواحد للشخص هذا المقابل. يجي يجرحش نفس الشي. لتحاولين انتي او هو تجي راح هذا الشخص المقابل. لان اكيد هو عده مشاعر. زي. هذاني بس ركزولي. هذاني بس ركزولي. هذاني بس ركزولي. راح تستخدموه. واضح. مثلا انا شنو انا ادي. ادي اه معناة الطريقة مؤنتبه. بتان ما تقول هو اغامي. شنو اه? very good. مثلا اه مثلا خلن نقول in math. مثلا. he's not very good. زي. he's not very good. واضح? he's not very good. مثلا in math. خلن نقول له نفرض is. شنو اه? هنانه he is. is not good. هايا نكمبلها. not very good نكمبلها. not very good. نجي نكمبلها هنانه. وشنو اه? نكتب الجبلة هايا طمان نسحوها. ما. ليش ما قاعد اكتب لان اه قاعد يصاره لعندي كي شي شي. المو. he is lazy. بدنا ما اقول انه هو كسول. he is شنو اه? a bit lazy. a bit. واضح? she's can't she can't sink. ما تقدر شنو اه? اتغني. بدان ما تقول she can't sink. she's not. شنو اه? very well at sink. she's not very well or very good at sink. تكتبوا بس الفوتبول تحطوا بدالها شنو اه? sink. واضح? مو سنج. ما نعطى سنجي. لا. سنج. ما نعطى اتغني. سنج. زين? هاها بالنسبة لهذا اني. عندي he can't paint. نفس الشيء he can't. ونحط من هذاني الجوال بس هذاني. هو المطلوب من هاتكم بس هذاني بس. انا مو دعم تفتهمون. she's bad at football. she's not very good at football. زين? she's boring. she's not so much fun. he's unfriendly. he is شنوان? not so much friendly. بزيب? اهها بالنسبة للرقم سبعة. وخلصنا طبعا بالنسبة للسن سبعة. خلصنا هذاني الدرسين اللي هي درس السابع السادس والسابع. اتمنى اتمنى ان شاء الله استفاديته غاية. زيان? شرحنا بها البرزنت انواع الضوار. انواع البرزنت. من ناحية البرزنت كونتينوز برزنت. شرحنا هذاني. تلاثة اتمنى كتبتا الكتبون. واللي ما قاعد يفهم يحاول انو يعيد. شنوان? الفيديو مرة ثانية. ليش? لان عن طريق الاعادة بها استفادة. زين? اتمنى انو استفاديتم من هاي الحلقة مرت اليوم. واتمنى انكم مشاركة الموافقية. اذا عجبكم الفيديو طبعا صالة هوايا ما قالها الجملة. سبسكراين. واللايك وشير. اه اتكم الجميع الفيديوهات هاسا حاليا متوفرها عني اندي. كلية بشانتها عدي اجدي. هسه صارت عدي فول اجدي. اللي هو الف وثمانين. نقدروا نشوفوهن. على اليوتيوب. ازيان. اه هاي الشغلة زيانة اللي صارت عدي. اتمنى ان شاء الله بعدك هو راح يصير ان شاء الله بعد شغلات ايجابية. بالمستقبل القريب. ازيان? اتمنى ان شاء الله استفاديتم من الحلقة اليوم. وتصمع على الخير. مع السلام.